لو أنا عندي اتنين كوبل لسه متجاوز جديد الزوج والزوجة صغيرين سناً ما فهمش أي مشاكل طبية مش بيعانوا من أي مشاكل أو أمراض مزمنة ده بني ديهم فرصتهم أنه هو يحصل حملة في خلال أول سنة أول سنة جواز أول سنة جواز ده فترة كبيرة قوي يمكن أنا رسلت حركة السؤال في سبيل أنت تقولي مثلاً أنه في خلال الشهر ده أول شهر أيام معينة أه أنا عايز أيام معينة أنا حاجة للحضر بس هو إحنا نتكلم أنه إحنا نقول أول سنة جواز أول سنة جواز يعني 12 شهر 12 شهر بـ 12 فرصة حدوث عمل يعني فرصة واحدة كل شهر بالضبط فرصة واحدة كل شهر لأنه هو طبويد بيحصل شهرياً تمام؟ ده الواحدة الطبويد عندها بصفة منتظمة الدورة الشهرية بتنزلها في المعادة المناسب الزوج كويس ما فيش أي مشاكل لو يفضل طبعاً إيه؟ يبقى الزوج غير مدخن كويس بس يعني في حقيقة الأمر الموضوع تطور عن زمان زمان ما كانش الموضوع بالانتشار أو تأخر الحملة عموماً ما كانش بالطريقة اللي إحنا بنشوفها الأيام دي تعرف يعني الكرة والأقاليم لو مثلاً لو ما صوتش من أول سجيلة لسه من أول شهر آه طبعاً طبعاً وفي ناس بتجيلة يعني بأزمات ومشاكل بعدتاً بعدتاني وتالت شهر لكن هو كعلمياً أن يكون فيه إقناشر فرصة لإتمام الحمل طبعاً ده لو زي ما قلت حضرتك لو الزوجة سنها صغير والزوجة سنها صغير بالزبط يعني من 25 إلى 35 اللي هي الفئة العمرية الصغيرة ومعنى مش بيعانون أي مشاكل أو أمراض مزمنة نحن نشوك إن عندهم مشاكل طبعاً في أيام للطبويد معين ودي اللي بإحنا بنرجح نحن يحصل فيها الجماعة تمام بس ده بشرط أن الدورة الشهرية تبقى عندها منتظمة في واحدة عند الدورة الشهرية عندها منتظمة كل 28 يوم في واحدة عندها كل 30 يوم في واحدة كل 35 يوم لو هي منتظمة كل 28 يوم بنرجح إنه يحصل الجماعة في الأيام بتاعت التبويد عادةً بيبقى في اليوم اللي 14 من الدورة الشهرية تمام فبنقول إنه يحصل جماعة في اليوم اللي 12 والي 14 والي 16 يعني من يوم 14 اللي 12 والي 14 والي 16 ده لو الدورة الشهرية منتظمة 12 والي 14 والي 16 اللي 16 والي 16 والي 16 إن الفيليت عندها تبقى عندها منتظمة تكون منتظمة كل 28 يوم تبقى عندها منتظمة كل 29 يوم تبقى عندها منتظمة كل 29 يوم